اشتركوا في القناة ذلك في رسالة وجهها رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتينايمر إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة وجديد الحالة الوبائية يخبرنا عن تسجيل 6,050 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين 1734 شخص وتم تسجيل 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية ومن الداخل سنرصد بإذن الله لمجلس جهة الداخل واد الذهب الذي يعقد رقاء تشاوريا حول إعداد برنامج التنمية الخاص بالجهة ومن جليميم سنتابع إطلاق مجموعة من الأوراش الإنمائية خاصة منشآت فنية رأت النور مؤخرا تواكب التطور والدينامية العمرانية للمدينة أهلا بكم بعث الصاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى فخامة السيد محمد ويل الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا ومما جاء في البرقية فقد علمت ببالغي التأسر والانشغال بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا وإنني لأدعو الله تعالى بأن يعجل بشفائكم واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم وأن يحفظكم ويكلأكم بعيني ورعايته التي حتى تواصل قيادة الشعب الموريتاني الشقيق نحو ما يصب إليه من الطراض التقدم والازدهار وأضاف جلالة الملك متطلعا إلى المزيد من العمل المشترك من أجل مواصلة تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة والتعاون المثمر القائم بين بلدين أرجو أن تتفضل فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات تعاطفي والتقدير كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد يسرة المرحوم المعطي جوريو ومما جاء في برقية جلالة الملك تلقينا ببالغ التأثر والأساء نعي المشمول بعفو الله تعالى المرحوم المعطي جوريو تغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه وعرب جلالة الملك بهذه المناسبة لمحزنة لأفراد أسرة الفقيد من خلالهم لكافة أهله وذويه ولسائر أصدقاء الفقيد ومحبيه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة سائلا جلالته المولى سبحانه وتعالى أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء وإشادة ألمانيا بالإصلاحات الواسعة التي تم إطلاقها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس جاء ذلك في الرسالة وجهها رئيس جمهورية ألمانيا للاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتينايمر إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة والتي أكد فيها أن مبادرة الحكم الذاتي تعتبر أساسا جيدا لتسوية قضية الصحراء المغربية تقرير لنادي الموذن الدفء يعود من جديد إلى العلاقات المغربية الألمانية وانجلت سحابة الصيف لتدشن هذه العلاقات مرحلة جديدة علاقات ليست والدة الأمس بل هي تقليدية جيدة وواسعة منذ سنة 56 تسعمائة وألف الإشارات القوية والإيجابية التي حملتها رسالة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتيناير إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس النصره الله مؤشر جيد إلى عودة العلاقات إلى سابق عهدها أو أحسن مما كانت عليها خاصة بعد الموقف الواضح من النزاع حول الصحراء المغربية وهو انتصار جديد للدبلوماسية المغربية فالرئيس الألماني اعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي اتفاق أساسي في مخطط الحكم الذاتي المغربي وهذا تحول كبير جدا لصالح القضية الوطنية وهو موقف تشكر عليه هذه الدولة في هذه الضرفية بالدات وأعتقد أنه التأكيد على محورية وجدية الحكم الذاتي لحل المشكل المفتعل في الصحراء المغربية هو أن أصبح يتسع تعبير صريح عن العلاقات الحقيقية التي طربت الجمهورية الألمانية مع المملكة المغربية ليس فقط في الحاضر وإنما كذلك ومنذ مدة طويلة لأن العلاقات المغربية الألمانية عبر التاريخ هي علاقات جيدة جدا يطبعها حسن التعامل والتقدير والتعامل الاقتصادي والسياسي كذلك لدولة ألمانيا مع المملكة المغربية إشارات واضحة تعكس أهمية المغرب ونموذجه على المستوى العالمي من خلال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمها والمساهمة الكبيرة للمغرب من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة وانخراط جلالته الفعال من أجل عملية السلام بليبيا ألمانيا تدرك جيدا أنها لا يمكنها الاستغناء عن المغرب لأنه شريك بحكم موقعه الاستراتيجية وحلقة وصل مهم بين أوروبا وإفريقيا في الجانب الاقتصادية فألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في المغرب من خلال تمركزها في الدار البيضاء وتنجى بما يقرب 300 شركة ألمانيا تعتبر كذلك المغرب شريكا رئيسيا ورئيسها أشاد أمس بالإصلاحات الواسعة التي تعرفها المملكة وثمن عاليا مبادرات جلالة الملك المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي كل ما تقوم به المملكة في إطار التغيرات المناخية وأيضا السياسة الاقتصادية والانفتاح على السوق الإفريقية التي اعتبرها الرئيس الألماني بأنها طبعا جيدة وتخدم أيضا المصالح الاقتصادية الألمانية انطلاقة جديدة على أساس الاحترام المتبادل والوضوح وهو الوضوح الذي لطالما عبرت عنه المملكة المغربية تجاه شركائها هذا وأكد الوزير المنتدى بردى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاسا اليوم الخميس بالرباط أن الحكومة تلقت بكثير من الارتياح الإشارات الإيجابية التي انطوت عليها رسالة الرئيس الألماني إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس بمناسبة السنة الجديدة لنتابع التصريح الحكومة تلقت بكثير من الارتياح هذه الإشارات الإيجابية التي حملتها في الأسبوع الماضي التصريح الإيجابي المهم أو الإعلان الإيجابي الذي عملته الحكومة الألمانية البارح تنشوف رسالة من طرف رئيس الدولة لصاحب الجلال الملك محمد السادس كيفما قلت بأن الحكومة تلقى هذه الإشارات بكثير من الارتياح وقلت كما قلت في الأسبوع الماضي بأن هناك خطوة نحو نمشيه في نفس الاتجاه للي حملوا الإعلان السابق ولا الرسالة الأمس وهو بناء علاقات قوية جدا ما بين المغرب وألمانيا وقد انعقد اليوم الخميس مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيزة خنوش رئيس الحكومة عن طريق تقنية التناظر المرئي وصدق المجلس على عدة مشاريع مراسيم كما تابع عرضا حول السياسة المائية الإنجازات والآفاق المزيد في روبرتاج أحمد العلوي عبد الفتاح الزوين مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي توقف عند عرض مفصل حول السياسة المائية الإنجازات والآفاق قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة استعرض خلاله مجموعة من المشاريع الكبرى التي يتم الانكباب على إنجازها للمحافظة على هذه المادة الحيوية ومن أهداف هذه المشاريع تحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية ومواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية ثلاث مشاريع مراسم صادق عليها المجلس يهم أولاها تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية أما الثاني فيحدد وينظم اختصاصات وزارة التجهيز والماء فيما ينظم مشروع المرسوم الثالث اختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشركتين بين الوزارات ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيئتين المشار إليهما من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة ومساعد إداري من الدرجة الممتازة وتحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الطرق المجلس الطلع كذلك على اتفاقية بشأن حماية مستحقة العمال عند إعصار صاحب عملهم المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكورة اتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة النظام الجزائري بالاستغلال السياسي للإرهاب لقمع الحريات العامة وأدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظام الجزائري واتهموه بتوظيف الإرهاب سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة ووفق وسائل الإعلام الجزائرية التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات الخطيرة فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في السبع والعشرين من دجمبر الماضي بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق ببعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها مؤخرا بالجزائر وطالب الخبراء الأمميون المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتين 2020 و2021 وجديد الحالة الوبائية يخبرنا عن تسجيل 6050 إصابة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين 1734 شخص وتم تسجيل 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وبخصوص الجهات الجنوبية تم تسجيل 18 حالة بجهة قريميم وادنون و16 حالة بجهة الداخل واد الذهب وثماني حالات بجهة العيون الساقية الحمراء وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحاصيلة كوفيد-19 أن 3.341.726 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس وتنمويا وطبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمرسوم المتعلق بتحديد مصطرة أعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه عقد اليوم بجلس جهة الداخل واد الذهب لقاء تشاوريا حول إعداد برنامج التنمية الخاص بالجهة اللقاء حضره وللجهة إلى جانب المتخبين ورؤساء المصالح الخارجية العالي حموميد ومحمد يدس تنمية حقيقية تجسد الرؤية السديدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في النهوض بالقالم الجنوبية للمملكة غاية يسعى إلى تحقيقها مجلس جهة الداخل واد الذهب من خلال هذا اللقاء التشاوري الذي خصص من أجل تشارك الأفكار والمقترحات حول إعداد برنامج التنمية الجهوية الخاص بهذه الجهة وتتبعه وتحيينه برنامج بحسب جمع المتدخلين سينبني على رؤية استراتيجية تدفل تثمين أمثل لفرص ومؤهلات وإمكانيات الجهة من أجل النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا فضلا عن النهوض بها ثقافيا وبيئيا أنتم تعلمون بأن المجلس الجهوي مطالب في بداية السنة الأولى من الفترة الانتدابية بأنه ينجز هذه الوثيقة الهامة والتي تعتبر حوصلة لمختلف يعني أولويات المشاريع والتي يجب كذلك بأنها تحافظ على أولا على أنه تنجز في إطار تشاركي شارك فيها المجتمع المدني والجمعات الترابية وكل فاعلين وكذلك بأنها كذلك تحافظ على الالتقائية المجالس الجماعية المنتخبة بدورها ثمنت هذه الخطوة التشاورية مبرزة أهمية الالتقائية في تصطير البرنامج الترموي الخاصي بالجهة طبية حال كانت مقرحات جد مهمة لا من سيد الرئيس لا من سيد الوالي ولكن نحن نشوفه في إطار المنظمة المتكملة الجماعات المحلية المكونة الجهة بأن يلطنا الشغل على ثلاث مستويات مستوى الأول هو مدينة داخل العاصمة الجهة واللي عندها مكانت الرابط ما بين جنب المملكة والعمق الإفريقي وكونها كذلك كما قال جالة الملكة الله ينصروا جوهرات الجنوب لمستوى الثاني نقترح العمل على رفع من جاذبية المناطق الاقتصادية واللوجستيكية بالجهة في الإقليمين بكل من إقليم مواد الذهب وإقليم أوسر لمستوى الثالث لا يقل أهمية هو الاشتغال على خلق التنمية المجالية في العالم الغروي وظهر نوع من الأنشيطة المتعلقة بالساكنة التي مارس تنشطها في تنمية الحيوانية والفلحة كذلك هذا بالنسبة لنا إذا اشتغلنا عليه لأن نخلق نوع من العدالة المجالية في التنمية بالجهة وتجدر الإشارة إلى أن إعداد برنامج التنمية الجهوية الخاص بجهة الداخل وادي ذهب سيشكل خارطة طريق للمجلس ست سنوات قادمة وبنكا للمشاريع المبرمجة في شتى القطاعات الاجتماع التشاوري حول برنامج التنمية الجهوية لجهة الداخل وادي الذهب يأتي في سياق استثنائي بالنسبة للجهة بظل تميز وتنوع المسارات التنموية وانفتاحها على قطاعات ومجالات واعدة وانخراط كافة الفاعلين المحليين بكل قوة لإنجاح المحطات التنموية والديمقراطية على الصعيد الجهوي تقرير في الموضوع لمحمد الفيرس جهة الداخل وادي الذهب الجهة رقم 12 على مستوى جهات المملكة تتميز عن باقي الجهات الجنوبية الأخرى بالوتيرة المتسارعة للتنمية الشاملة على كافة الأصعدة وبغنى وتنوع مؤهلتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية خصوصا بالنسبة لكطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة تشهد هذه الجهة في الآوينة الأخيرة انخراط جميع الفاعلين المحليين من سلطات محلية ومنتخبة وفعليات المجتمع المدني والكطاعات الوزارية المتدخلة بالجهة وفق مقاربة تشاركية تضع في الحسبان تنمية الجهة وتأهيل العنصر البشري وتثمين المؤهلات الواعدة مقاربة تشاركية تنطلق من إدراك هؤلاء لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتطلعهم إلى تحقيق الأفضل لساكنة الجهة التزاما بمنهج التوافق وخدمة الجهة بكل إخلاص وتفاني بلغة الأرقام تبلغ المساحة العامة للجهة 131 ألف كيلو متر مربع عدد السكان طبقا لإحصاء سنة 2014 143 ألف نسمة تضم جهة الدخل ودي الذهب شريطا ساحليا يبلغ طوله 667 كيلو متر مربع وتزخر هذه الجهة بثروات سمكية مهمة ومتنوعة مما يجعلها واحدة من أغنى مناطق الصيد البحري بالمغرب يشغل قطاع الصيد البحري نسبة هامة من اليد العاملة النشيطة ويساهم بشكل كبير في الناتج الإجمالي السنوي للجهة بفضل المؤهلات الطبيعية والساحلية للجهة يعتبر القطاع السياحي من بين أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى الجهوي بحيث أضحت جهة الدخل ودي الذهب قطبا سياحيا على الصعيدين الوطني والعالمي وباتت تستقطب سنويا أعدادا هائلة من السياح خصوصا من القارة الأوروبية من هواتي ومحبي الرياضات الشاطئية لما تزخر به شواطئ الجهة من عناصر جذابة تغري السياحة لجانب على صعيد القطاع الفلاحي تمثل زراعة البواكر قطبا رحافي القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي وقد أضحت تجربة جهة الدخل ودي الذهب في زراعة البواكر تجربة رائدة يحتذا بها على مستوى المملكة بفضل جهود كافة المتدخلين والدعم الذي وفرته الدولة والجهات المعنية بغيات تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتحفيز الفلاحين على استصلاح الأراضي وتجربة أنواع محددة من الزراعات المناسبة للمناخي وطبيعة الجهة الموقع الجغرافي المتميز لجهة الدخل ودي الذهب كبوابة نحو القارة الأفريقية من خلال معبر القرقرات والذي أضحى معبرا عالميا يجعل من المملكة جسرا حضاريا واقتصاديا يربط القارة الأوروبية بالقارة الأفريقية مشاريع وأوراش تنموية كبرى مثل الميناء الأطلسي ينتظر منها أن تساهم في تعزيز المسارات التنموية لجهة وجعلها قطبا اقتصاديا يكرس الحضور القوي للمملكة على صعيد القارة الأفريقية مستقبل واعد يلوح في الأفق في ظل تميز البرامج التنموية لجهة الدخل ودي الذهب والانخراط الفعلي لكافة الفاعلين المحليين من أجل إنجاح التجربة التنموية لجهة الدخل ودي الذهب وجعلها في مصافي الجهات الكبرى على صعيد المملكة نبقى في الشأن التنموي وهدف الربط بين ضفتي المدينة وتسهيل عبور العربات والراجلين شهدت مدينة قريميم إطلاق مجموعة من الأوراش الإنمائية خاصة منشآت فنية رأت النور مؤخرا تواكب التطور والدينامية العمرانية التي تعرفها هذه الحاضرة الجنوبية في المتابعة حافظ محضر محمد المصطفى خيو جمال الخصاصي يصل ضفتي المدينة على مستوى وادي أم العشار جسر مخصص للراجلين نرى بهدف تسهيل تنقل ومرور الراجلين خاصة من ساكنة القطب الحضري الجديد من مدينة قريميم والتي باتت تشهد توسع عمرانيا مهما ما يفرض تعزيز مختلف البنيات والتجهيزات الأساسية التي تواكبه الطفرة والتطور الديموغرافية بالمنطقة إنجاز استحسنه المواطنون القطب الحضري الجديد من هذه الساكنة هذه هي تطربت بشكل جديد وكانوا الناس يضربوا تماما لكي يكونش تاولا لكي يكون الفيضان كي يضطروا يمشيوا لي خلصا الطلبة دابا وصال في الدابا مزيان فإذا كانت دروا أطلق القطب الحضري كان تسهل لنا الطريق ما بقوش الدراري جال المدرسة اللي كيقروا مورا الواد يضربوا اسميش ويضربوا مسافات حت الواد دابا كي دوزوا من القنطرة وسهلت لنا صراحة والوجيات ما بقناش نضربوا تعمارا الجسر هدافت نبزا كنا في لو كمسيوط القنطرة لهذه الوادئة معصان عدد نضربوا الحي الأخر وبالموازات مع إحداث هذا الجسر القنطرة على وديم العشار أيضا افتتحت بدورها في المدة الأخيرة بعد أن خضعت لجملة من الإصلاحات في مسعى لتقوية وتجهيز هذه المنشأة الفنية التي تيسر مرور عدد مهم من العربات ما بين إقليمي جريميم وسيد إيفنية قنطرة أحدثت في طريق جهود الحدي من أخطار فيضنات وسيول ودي أم العشار قنطرة الحمد لله دابا مزيانة متيسعة تبارك الله وقبل كانت ضيقة والضومة فيها دابا الحمد لله مزيان بحكما مستعملة ديال الطريق والتلاميذ اللي يمشون المدارس والطلابة اللي ينجحوا إن شاء الله ثانيا ملكة جيشتاك يكون هنا واحد المشكل ملكة جيشتاك تقطع الطريق يكون بزاف ديال الأمور هنا ولكن دابا الحمد لله مزيان قنطرة أحلات مشكل دياله خصوصا في الفترة ديال تساقط الأمطار ملكة جيشتاك تتحبس الحمد لله دابا المشكل مبقاش خصوصا في تساقطات الماضية كذلك البساج بيطون لدارو في الجنب حل المشكل ديال مرور التلاميذ اللي كانوا عرض للخطر فيما مضى دابا ولم تيسع القنطرة في هذا البساج يعني تدزم خيرا والتلاميذ كذلك القوراحة ديالهم خصوصا مع الثناش ومع الستم اللي يكون داك الازدحام لاحظنا أنه مبقاش المشكل هي منشآت فنية تعزز رسيد البنيات والتجهيزات التحتية ببوابة الصحراء المغربية وهي الأوراش التي تستجب لانتظارات ساكنة عاصمة جهة غريم ودنون وتطلعاتها التنموية وبجدور أشرفة المدير الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة العيون الساقية الحمراء بشراكة مع هيئات المجتمع المدني وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تنظيم افتتاح الموسم القرائي لمحاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية تفاصيل أكثر في روبرتاج محمد ترزي ومحمد شار الموسم القرائي لبرامج محو الأمية وما بعد محو الأمية يتم افتتاحه هنا ببجدور وحضور للمسؤولين المحليين يتقدمهم عامل الإقليم برامج تعليميتهم فئات مختلفة يأتي تنظيمها بعد عقد شراكات واتفاقيات يسعى من خلالها المشرفون إلى الرفع من القدرات المعرفية للمستفيدين بعدة تخاصصات هذا الموسم يتميز بشراكات نوعية فيها الجديد بخصوص الشراكات المتعددة السنوات في المجال الصيد البحري وكذلك في القطاع الشباب وفي القطاع الشباب بالنسبة للتفاقيات أخرى التي سيستفيدون منهم تقريباً 660 مستفيد ومستفيدة في المجال المحو الأمية وتقريباً 171 في المجال المحو الأمية من منتظر إن شاء الله أن هذه البرامج سنترك خلال هذا الشهر يناير تم اليوم افتتاح الموسم القرائي 2021-2022 لمحاربة الأمية بشراكة ما بين قطاع وزارة التربية الوطنية وكذلك الوكال الوطني لمحاربة الأمية المؤسسة دائماً تشكل فضاء لمحاربة الجهل والأمية فنحن لا نستهدي فقط الأطفال تعليم الأول والتعليم تدائي العام بل كذلك حتى فئة الكبار من خلال ثلاث حصص دراسية في الأسبوع حصص دراسية الأسبوعية وبرنامج تعليمي متنوع من جملة أهدافه تنمية ثقافية ومعرفية للفئات المستفيدة الحمد لله استفدنا الحروف استفدنا الكلمات والتي نعرفه نكتبه نقرأه الحمد لله محاربة الأمية زينا نقول كل إنسان كل مرة مغربية تجيز قرأها في محاربة الأمية يأتي افتتاح الموسم القرائي لبرامج محو الأمية وما بعدها في إطار محاربة الأمية بالإقليم وتشجيع على التعليم لكافة الفئات العمرية بالطنطان نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة يسوس ماسا وقليمي موادنون بتنسيقنا مع عديد الفاعلين المحليين ورشاة تحسيسية توعوية حول آليات وضوابط السلامة الطرقية في إطار تفعيل عمل الوكالة وتنزيل للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في المتابعة حافظ محضار محمد لمي القارح وعبد الرحيم حاش مهني صيارات الأجرى بصنفيها وعدد من المتدخلين استهدفتهم محاور هذه الحلقة التأطيرية التحسيسية التي ميزها تقديم عروض قاربت أسباب حوادث السير وإلزامية احترام قانون السير لتفادي أخطار الطرق وكذا أهمية الفحص التقنية للمركبات كآليات وضوابط أساسية للسلامة مستعملية الطرق برنامج إشعاعي تأطيري وتوعوي لفائدة مهني سيروط الأجرى والأشخاص عادي من الحماية بالنسبة لهذه الحلقة التحسيسية تأخذ لها شعار جميعا من أجل حواية السير واستخلاص العبر تحدثنا عن السلامة الترقية تحدثنا على مجموعة من نقاط السلامة الترقية بما فيها المراقبة التقنية للسيارة وكذلك مع دروس في السعاد تحدثنا على الدور للسلامة الترقية للراشلين للمهني وجميع أنواع مستعملة التارق هذا التكوين تخللت ورشات موازية حول الإسعافات الأولية من تأطير عناصر الوقاية المدنية توجيهات وشروحات همت الفئة المستهدفة أبرزت أهم العمليات الإسعافية الممكن اعتمادها في حالة وقوع حادثة سير هذا النشاط خصص بالضرورة المهنية سيارة لأجرب سنفيها ومهنية النقل جماعي الأشخاص جميع الأصناف لهم النقل المدرسي النقل المستخدمين والنقل العمومي المسافرين كما أنه يشمل حملة تحسيسية الأشخاص عاديين من الحماية من مستعمل الدراجات ثلاثية العجلات لغاية تم توزيع خوذات واقية مصادقة عليها هذه الفئة النشاط هذا فيها استفادة للسائقين والحمد لله استفدنا والأمر كون شيداست بخير وعلى خير وكان أشكرهم جميل ورشة تحسيسية اختتمت بتوزيع مجموعة من الخوذات الواقية على أصحاب الدراجات النارية وكذا صدريات عاكسة للضوء على مختلف المهنيين المستفيدين من هذه الدورة التفاعلية قرأة في جديد الصحف الصادرة يوم غد مع غالي القرح مستهل قراءتنا في جديد الصحف الصادرة يوم غد جمعة من يومية الحداث المغربية وكتبت قال الصحفي اللبناني خير الله خير الله أنه يفترض في النظام الجزائري البحث عن خيار آخر غير التصعيد مع المغرب والتضرع بشعارات فارقة عفى عليها الزمن من نوع العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وإسرائيل وهي علاقات علانية ومعروفة وغير موجهة ضد الجزائر بأي شكل من أشكال وأبرز الكاتب الصحفي اللبناني في مقال نشره جريدة النهار العربية اللبنانية يوم أمس الأربعاء أن المغرب قدم كل الخدمات التي يستطيع تقديمها من أجل خدمة القضية الفلسطينية وهذا ما يعرفه الفلسطينيون قبل غيرهم مضيفا أن كل ما يفعله المغرب إنما يفعله على نحو المكشوف ولم يستقبل أي مسؤول إسرائيلي في السر وأكد أنه بدل التصعيد مع المغرب لأسباب واهية تعبر عن عقدة عميقة تجاه الدولة الجارة وشعبها لدى النظام الجزائرية طريق آخر يسير فيها طريق التصالح مع شعبه بدل متابعة الاقتصاص منها ولفت الكاتب الصحفي اللبناني إلى أنه يصعب التكهن بمدى التصعيد مع المغرب الذي يمكن أن يذهب إليه النظام الجزائري الذي اكتشف سنة 2021 إلى أي حد يعاني من الإفلاس صحيفة دبياني اليوم كتبت أكدت ألمانيا أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 لحل قضية الصحراء هو مقترح ذو مصداقية وهذا ما أكده الرئيس الألماني فرانك والترشتين ماير بحسب ما ذكره بلاغ للدوان الملكية واعتبر الرئيس الألماني بأن المبادرة المغربية ذات مصداقية وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي كما ذكر بدعم ألمانيا منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف وحرص الرئيس الألماني على إبراز الضور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي وأضاف الرئيس تاين ماير في هذا الصدد أشيده بالمساهمة الكبيرة للمملكة المغربية من أجل استقرار والتنمية المستدامة في المنطقة وذكرت بين اليوم بأن الرئيس الألماني سجل الالتزام المتفر للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي وهو أمر ضروري بالنسبة لألمانيا وأمنها وزادة نعتبر أيضا نموذج المغربي لتكون الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف يومية الأخبار كتبت في افتتاحية عددها الصادر يوم غاد انتقلت الدبلوماسية المغربية في السنوات القليلة الماضية إلى الانتصارات من مواقع الدفاع للهجوم ومن الدبلوماسية القريبة المدى إلى الدبلوماسية ذات الطابعة الاستراتيجية ومن برودة النتائج إلى الحصاد الدبلوماسي ومن الدبلوماسية المساهم إلى دبلوماسية الشريكة لذلك فرسالة الود من الرئيس الألماني إلى جلالة الملك بعد مراجعة سلطات برلين لمواقفها من قضية وحدتنا الترابية ودور الإقليمي للمربكة المغربية ليست مجرد رسالة فرضت الطقوس البروتوكولية بل هي نتيجة طبيعية ومنتظرة في خضم هذا المصار الذي سطره رئيس الدولة ويشرف عليه شخصيا ويكفي أن تدبر فحو الرسالة التي وجهتها أعلى سلطة في ألمانيا إلى ملك المغرب ليشعر المرأة بأنه أمام انتصار دبلوماسي للمنحنة الذي نهجه المغرب خلال أزمته الأخيرة مع أقوى دولة أوروبية فمن قلب هذه الأزمة خرجت رسائل تشيده بقيام المغرب بإصلاحات واسعة وتعلن دعم ألمانيا المصمر والقوي للتطور الديناميكي والرائع في المغرب وتمدح الموقع المهيب لاستثمار بالنسبة للمقاولة الألمانية بإفريقيا وتعلن دعمها المشروط للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق سياسي كما تنوه بالمساهمة الكبيرة للمملكة المغربية من أجل استقرار والتنمية في المنطقة باختصار هي رسالة ألمانية مفادها أن الدول المغربية قوية بمؤسساتها صحيفة إسبرس الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية أصدرت مجلة وزارة الخارجية الأمريكية خريطة العالم الجديدة تضم مناطق اختصاص ومكاتب تابعة للوزارة أحدثها مكتب الجغرافية والقضايا العالمية التابع لجهاز الاستخبارات والبحوث ونشرت مجلة وزارة الخارجية الأمريكية خريطة المملكة بكامل ترابها بما فيه الصحراء المغربية وهو ما يعكس السمرار الموقف الأمريكي المتناغم مع خيار الوحدة الترابية الوطنية وخريطة وظائف الخدمة الخارجية هي تصور يعكس الوجود الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية في جميع الحال العالم والهيكل التنظيمي للمكاتب الإقليمية وتعتبر الخريطة المنشورة أكثر خرائط العالم شعبية التي أنتجتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية ويبدو أن كل مكتب في الوزارة لديه واحد على الأقل معلق على جدرانه في ظروف مختلفة مؤرخة وباهتة وتقول مجلة الخارجية الأمريكية إن الخريطة هي أكثر من مجرد لقطة زمنية لوجود الإدارة في جميع الحال العالم إلى جانب سابقاتها تروي قصة عن العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة عندما تكشفت عبر مشهد جيوسياسي ديناميكية على مر القرون انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحسين حمى والمحمد الإبراهيم عن سن يناهز 83 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أي توسى أهل حمو علي وانتقل إلى عفو الله تعالى أيضا المرحوم محمد والحسين والبهالي عن سن تناهز 60 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة رقابات سلامة وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم ومت طوير عن سن تناهز 83 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أيتوسا إداوتية وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فطمت منت محمد محمود والمحمد عن سن تناهز 80 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد بسبع تعمد الله الجميع بواسع رحمته واسكانه ومفسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال التقسي اليوم غد إن شاء الله والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صح ودرجات الحرارة نستهل لها من مدينة الرباط و 16 درجة 20 بسيدي فني 24 قليمي 27 طنطان 23 آس 22 ساك 24 طرفاية 23 سمارة 24 لعيون 22 بكرة 18 درجة في المشتور 21 درجة بكتز زمور 25 درجة بيم مدريقة 22 داخل 23 أو 26 درجة بالقوار حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوي الهجان إلى هائج على العموما شروق الشمس غدن إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة الثامنة وثمانية واربعين دقيقة أما الغروف سيكون على الساعة السابع وتسعة عشر دقيقة درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلاد نانوك شغط 26 نواذي بواحد وعشرين درجة زويرات أيضا 21 درجة وتندوف أسفة عشر درجة النشرة انتهت وهذا تذكير لهم ما جاء فيها تابعنا ضمن النشرة إشادة ألمانيا بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا جيدا لتسوية قضية الصحراء المغربية وجديد الحالة الوبائية أخبرنا عن تسجيل ستلاف وخمسين إصابة جديدة بفيروس كوفيد تسعة عشر فيما بلغ عدد المتعافين الف وسبعمائة وربعة وثلاثين شخص وتم تسجيل 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية من الدخل تابعنا مجلس جهة الداخل واد الذهب يعقد لقاء تشاوريا حول إعداد برنامج التنمية الخاص بالجهة ومن غريمي مرصدنا لإطلاق مجموعة من الأوراش الإنمائية خاصة منشآت فنية رأت النور مؤخرا تواكب التطور والدينامية العمرانية للمدينة التاقمين الصحفي والتقني لهذه النشرة يشكركم على حس المتابعة ليلة سعيدة وفامان الله اشتركوا في القناة